احتفلت مؤسسة الشارقة للفنوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وضم الاحتفال مجموعة متنوعة من ورش العمل المناسبة لكافة الفئات العمرية بالإضافة إلى جلسات الحوارية والعروض السينمائية والأدائية بمنطقة المريجة بالشارقة واستضافت المؤسسة خلال الاحتفالية مجموعة من ورش العمل التدريبية وجلسات الحوارية والنقاشية والفعاليات التي شملت مشاركة فنانين ومقدمين رعاية ممن يعملون مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث وفرت الجلسات فرصة للخبراء المختصين بالتعليم المتكامل والتواصل لمشاركة معارفهم وخبراتهم مع الجمهور نحن اليوم طبعا ساعدنا جدا أن نكون ندعى إلى مؤسسة الشارقة الفنون بمناسبة اليوم الدولي لذوي الإعاقة قدمت جلسة حوارية عن الدمش في المجتمع أهم شيء بالجلسة كان تأكيد على دور المجتمع في إعطاء الفرص وتذليل العقبات بالنسبة لذوي الإعاقة الدور الرئيسي هو دور المجتمع ولابد أن نعمل على أن نذلل العقبات عن طريق العقبة الأساسية التي تحدثنا عنها اليوم كانت عقبة الإيمانيات والقناعات لأنه طالما هناك قناعات خاطئة ومعتقدات خاطئة عن الإعاقة وعن دور وقدرات الإنسان أكدنا اليوم على موضوع التنوع هو موضوع تنوع التنوع في القدرات ولازم نؤمن بهذا التنوع تحتفل مؤسس شارقة الفنون باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتقدم ذمن فعاليات الاحتفال مجموعة متنوعة من ورش العمل المناسبة لكافة الفئات العمرية بالإضافة إلى العروض السينمائية والأدائية والجلسات الحوارية التي تناقش دمج دوي الإعاقة في المجتمع والمخاوف والمفاهيم الخاطئة التي يمتلكها بعض الأشخاص حول التعليم أو العمل مع الأشخاص دوي الإعاقة